تفقد اللواء أركان حرب محمد عبداللطيف منصور محافظ دميات عددا من الطرق الأسفلتية بدميات وقام بمتابعة أعمال تطوير مدخل مدينة دميات الجنوبية وتوسعة وتطوير كورنيش النيل من البنك الأهلي وصولا لميدان عزب النهضة ووصل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير عدد من المدارس وأحال مديرة مدرسة شجرة الدر للتحقيق لعدم انتظام المدرسة في الحضور وكلف المحافظ مدير مدرسة باني فارسكوري الثانوية الزراعية بمتابعة الشركة المنفذة للأعمال